دكتورة سعد بدر الفقعان دكتورة في جامعة الكويت كلية العلوم وأيضاً لاعبة تجديف في المنتخب الكويتي للتجديف قصتي شوي غريبة لأن بديت التجديف شوي متأخر يعني أنا لما رجعت لكويت أول مرة كانت سنة 2019 كنت طول عمري برا أدرس ومع الوالد فلما رجعت لكويت بديت أشتغل بالجامعة على طول ولكن طول عمري أحب الرياضة هي رياضة التجديف جداً جداً صعبة لأنها تحتاج مو بس لياقة وقوة تحتاج تركيز تحتاج أن الواحد يكون باله جداً طويل يعني ما رح تشوف التحسن بتترى كصيرة فلازم الواحد يكون يعني متوقع أنها على الأقل سنة سنتين يمارسها عشان يوصل إلى مرحلة شوي مقبولة بس من خلال أحداً من الطلبة عندي كان هو لاعب في المنتخب تعرفت على الرياضة فمريت على يوم النادي ودخلت شفت أنه في قوارب ويعني أشياء جديدة شوي كول غير مو مجربتها من قبل فقلت مغامرة جديدة فالكوابتن كانوا جداً يعني رح يبين فيني وجربت الرياضة والحمد الله وأنا دائماً أدور كل شيء بحياتي أدور شيء شوي يكون غير المألوف فقلت أن هذا تحدي يديد لما بديت أنا كان شهر واحد سنة 2020 فأنا دخلت ومع جائحة كورونا فهذا كان شيء من صالحي وأيضاً يعني مو من صالحي شون كان من صالحي إن صار التمرين كله مركز بالبيت فكان عندي جهاز الإرغوميتر اللي هو جهاز التجديف داخل الصالات فهني ركزت كل تركيزي وقوتي على إن أحسن لياقتي بالصالة طول فترة كورونا كنت قاعدة مرن تغيباً مرتين باليوم فلما ردينا إلى الصالات وانفتحت البطولات من جديد صار إن كنت جاهزة والحمد لله أنا قدرت على سنتين بلتتالي إن أصل لبطولات العالم وأشارك فيها وأصنف من التوب تن فهذا شي بالنسبة لي وايد حلو ولكن حق ألعاب آسيا وحق الأولمبيكس هني تعتمد على التجديف على الماي فعشان نوصل إلى اللفل إنه نافس دول العالم لازم يكون عندنا معسكرات بس عشان نقدر إنه إحنا نصعد إلى اللفل هذا دائماً يقولوا لي أنت ليش متعبة نفسك؟ شونو بتأخذين من هالرياضة؟ شفت إنه ما في شي بطريجي شنو هدف اللي أنا أبي حقيقة راح أحقيقة ما بأفشل فما راح أوقف بس الطريج مفتوح فأبي أوصل إلى القمة بدون هدف أنت قلت تشتغل حك شنو فيكون مواضب يكون في هدف قالوا أفعثة الطموح موسيقى 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 اشتركوا في القناة